اهلا وسهلا انا الدكتور سام انا استشاري امراض البطنة واخصائي امراض الغدد الصماء والسكر والنهاردة هتكلمكم على وجع البطن كلمة دي مش طبية ولا لها اصل في كتب طبية ولكن المفهوم بتاعها هشرحه طبيا لما تقول لحد انا عندي وجع في البطن او بطني بتوجعني او حتة دي في المعدة بتوجعني كلنا تقريبا كده فاهمين نفس المعنى منطقة البطن اللي هي عند تحت الدلع الى حد تقريبا كده ما فوق المنطقة الحساسة فوق المسانة المنطقة دي كبيرة الابدومن او البطن بالطريقة الطبية منطقة كبيرة جدا وكلنا بنصاب بوجع بطن المشكلة ايه ان المنطقة دي كبيرة جدا وتحمل وتشمل اعضاء كتيرة جدا فبالتالي كلمة واجع بطن مش المقصود بها دايما العضو المعدة بل هي ممكن تكون مقصود بها حاجات كتير جدا وعشان تتسهل احنا بنقسمها في الطب لحاجات جد او serious pains حاجات محتاجة تنبيه طبي على طول او حاجات less serious مش very serious او مش جدية اوي في خطورتها لكن مزعجة ممكن تتعالج منزليا او ممكن مجرد استشارة طبيب عشان تتسهل فبيتقسمه لتلات مراحل تلات مراحل وجع بطن اول حاجة طبعا هي الطوارئ وجع البطن الطوارئ اللي هو الاكيوت ودي انواع كتير جدا جدا النوع الوجع ده بييجي بسرعة يعني بيظهر ظهوره في المريض بسرعة جدا بيبقى معاه اعراض كتيرة جدا والوجع بيكون صعب جدا على المريض لدرجة انه فيه معظم الاوقات ما بيعطش بيه في البيت بل بيستشير بيه الطب اما اذا كان بيستشير بيه الطوارئ او بيستشير بيه مركز طبي انواع الوجع اللي زي دي بتبقى معظم الوقت علاجها كمان سريع والوجع زي ما بييجي بسرعة الدكاترة ان شاء الله بتعرف كمان مساعدة المريض انه تشيله بسرعة زي ايه اشهر الاوجاع السريع او الاكيوت هو زي اوجاع التهابية زي مثلا التهاب الزيدة التهاب الزيدة ده معظم كنت سمعوا عنه ما فيش حد ان رده مش عارف يعني ايه وجع زيدة ازاي ده دي لما بتلتهب بالطبي اسمه الوجع ده ممكن يجي في سانية لسانية تبقى قاعد لبيك ولا عليك بتاكل بتشرب قاعد تفرج على سينما مرة واحدة يجي لك وجع من ناحية الجنب اليمين في المعدة قاتل الوجع ده منتش هتتحمله مش مجرد اي انا عندي شوية وجع رايح الحمام لا هنا بنتكلم في وجع فعلا فعلا بيوديك المستشفى اللي حواليك هيودوك المستشفى لانه مش هيستحمله يشوفوك في القلم ده ده اسمه acute abdominal pain المثال تاني ليه وهما معظمهم امثلة التهابية زي التهاب المرارة colisistitis بالطب كيس المرارة اللي هو ملزوق عند الكبد ساعات يلتهب يلتهب لأسباب كتيرة مش هنخش فيها النهاردة بس بيدي تقريبا نفس فكرة المرض ده اللي هو الوجع الشديد بالحرارة بالترجيع انا بموت اللي هو فعلا مريض يقولك انا بموت ده خلوني مستشفى مثال تاني للنوع الوجع الأكيوت التهاب المسانة التهاب المسانة طبعا ده انواع ودرجات لكن برضو ممكن يلتهب لدرجة الوجع الشديد كل الانواع الوجع دي تحت مسمى الأكيوت برضو من الحاجات المشهورة الحصاوي في الكلا حصوة الكلا ممكن تجيلك منها مرض بشع ومرة واحد المريض بيتنطط من كتر القلم فبيلاقي نفسه ما فيش حاجة اسمها تعطف البيئة ما تقدرش كل دي امثلة الأكيوت او الوجع البطن السريع اللي فورا محتاج اشراف او علاج طبي طبعا عكسه الكرونيك او المزمن ألم المزمن انواع كتير ومعظمها بيجي على مدار مدة طويلة بيبدأ خفيف ثم يزداد على اسابيع وشهور وهنا عندك برضو زي المثال الاول عندك امثلة يعني مش هقول بالهبل بالهبل فعلا اشهر الامثلة بتبقى حاجات داخل القولون زي القولون العصب او لو فيه فتاء داخل القولون او عندك ارتجاع مريء او ساعات التهابات في المبايد عند السيدات برضو مشهور بالوجع المزمن تمام النوال الوجع ده بيبقى اوكي بيحتاج اشراف طبي الساعات لكن كتير جدا المريض بيقدر يتحمل الوجع فممكن يلا نفسه يقلق يا عم خلينا في البيت حبقى روح الدكتور لو الالم مراحش عارفين انتو المصطلع ده ثم عندنا الالم البروجرسيف اللي هو بيبدأ خفيف ثم يزداد ويزداد على مرار الوقت وده اسمه بالطب progressive abdominal pain ده بيبدأ قليل لكن بيزيد يعني مش بفترة انه بيزيد وبيقيل لا ده مهما بيحصل بيزيد الالم نهايته برضو عند الدكتور وهنا بنتكلم معظم الوقت في امراض مزمنة التهابية زي مرض الكرونز مرض لقدر الله سرطان كولون مرض في المرارة زي سرطان مرارة او مرض في الكبد زي التهابات الكبدية كل دي حاجة اسمها progressive abdominal pain بيبدأ خفيف ثم يزداد ونهايته برضو انه بيروح للطبيب عشان يكشف طب كشف الطبيب لما بتكشف عند الطبيب في المعدة طبعا انت بتيجي مسك بطنك يعني معظمنا عارفين السيناريو بطني بتوجعني يا دكتور طيب الدكتور بيعمل ايه؟ الدكتور احنا في الطب بنقسم البطن الى اربع اجزاء لان المعدة كبيرة والبطن كبيرة وزي ما قلت اعضاءه كتيرة جدا فبنبدأ بان احنا بنقسم البطن الى اربع اجزاء والاسئلة بقى من الدكتور تبدأ الواجع فين؟ هتقول له في المنطقة دي فين بالزبط؟ شاويرلي كلكم حافظين لنا بقول ده والله يا دكتور هنا عارفين انت الجزء اليمين تحت الدلق؟ اه اوكي طب ليه بنعمل كده؟ لان احنا كده 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 حافظين تقريبا كده الاعضاء اللي جوه بالبطن ايه هي وما كانها فين؟ فده بيدينا احنا نوع من المساعدة كده العضو المصاب ايه؟ انهي عضو دلوقتي مصاب فبنستخدم الاشارات دي مع المريض وبنقعد نسأله كده اسئلة طبية لها علاقة بانهي عضو ثم يليها اسئلة بقاله قديه الواجع معك هتلاقي دايما الدكتور بتكمل السؤال وتقولك والواجع ده بقاله قديه؟ يعني ايه؟ جي سريع افكر في حاجة التهابية؟ ولا بقاله مدة معاك وزاد عليك؟ الاسئلة دي بتدينا احنا كدكاترة فكرة عامة كده نوع الواجع ايه؟ هل هو وجع التهاب؟ وجع بكتيري؟ وجع عصب؟ فبنستخدم الاسئلة دي بعد كده بيبدأ الكشف الطبي كشف الطبي عند الطبيب بيبدأ دايما بايدين الدكتور انه بيقعد يحسس على بطنك زي ما انتو حافزين كده وبيبدأ يعرف بالزبط تقريبا كده الواجع ده محدد لفين؟ كل ده بيدي اشارات كده للدكتور انهي عضو المصاب وايه بعد كده اللي هعمله؟ طيب بعد كده الدكتور بيبدأ يا اما لو خلاص هو كفى بكده هو معظم الدكاترة لأ طبعا بتكمل كشفها اما بالتحليل الطبية زي دم او تحليل بول او تحليل انزيمات كبد او الاخره او بيكمل بالريديولوجي انه بياخد لك اشعة مقطعية او اشعة سونارة على المعدة كل ده لشن ناخد فكرة عامة ايه الاوجاع دي وايه اللي ممكن نعملها اللي يهمني انا بقى كمريض امتى اروح للدكتور وامتى مسموح لي ان انا ابدأ اعالج نفسي بنفسي لان اوجاع البطن زي ما قلت في الاول في منها حاجات خطيرة تستدع على طول انك محتاج الدكتور وفي حاجات بصراحة انا كطبيبة اقول لك ممكن تعالجها في البيت ما تستناش عليها فوريفر ما تعودش بيها على طول ولكن لو جربت عالجتها في البيت وراحت من عليك بصراحة مفيش داعي للدكتور ودول هنعرفهم ازاي مواظم الاوجاع لليها علاقة بالقولون مسموح علاجها في البيت زي ايه الامساك مواظم الناس بيجي لها امساك مرة اثنين عشرة في الدنيا عادي جدا ان المريض او البنيادم العادي يجي له امساك فاحنا كده كترة بنسمح بان علاج الامساك ده انت تعالجه مع نفسك في البيت بملينات بادوية الكولون بادوية الفحب مفيش مانا الانتفاخ معظم الناس بيجي لها بعض الفترات انتفاخ حسسية لكتوز حسسية حليب اكلة كلتها دي مفيش برضو منها اي احتياج لزيارة الطبيب ممكن تتعالج مرة واثنين في البيت بدون اي قلق طالما الوجع راح والمشاكل اللي كانت في المعدة راحت ما عندناش اي مشكلة الاسهال الاسهال برضو من الحاجات اللي طالما جات مفاجأة للمريد ممكن بعد اكله بره خروجه اكلت حاجة كان فيها حاجة مش نضيفة مفيش اي مشكلة انك تعالجها في البيت لو مثلا عندك الام كولون مريده عارف انه مصاب بالكولون المريد ده طبعا احنا كده كترة ما بنرفش نعالجه 100% ولكن ممكن فترات طويلة يكون كويس هو بيبقى حافظ الوجع اللي عنده وبنسمح برضو بانك تعالجه في البيت مرة واثنين بدون اشتشار الطبيب ثم يليه الامراض النسائية وجع البيريد وجع ساعات في التبول عند النساء الحاجات دي برضو بنستسمح بيها ادكاتة النساء ان المريد ممكن يبقى يجرب العلاجات المنزلية الاول ومش محتاج استشار الطبيب طب بالنسبة للاطفال اي وجع في بطن طفل دايما على الطبيب احنا بنفرق بين الطفل والكبير بان الطفل اوجع بطنه اولا ممكن تكون جد جدا وبيبقى صعب عليه انه يقول بالزبط انا حتى عنده بتوجعه ثم في بعض الحاجات عند الطفل بتحتاج ان الدكتور يكشف عليها فاللي انا قلته ده اول فكر ان انت تعالج منزليا مسموحة للكبار اما للاطفال دايما ننصح ان لو في طفل عنده وجع بطنه وما بيروحش يعني مش وجع انا مش هزروح المدرسة يا ماما دي بقى الماموات بتعرف تفرع بينهم ولكن هي بتحس لو الوجع ده فعلا حقيقي وجع معدى او دلع معدى مش هستخدم كلمة دلع كتير لشان انا عارف انها بتداير بس انتوا فاهمين قصدي فده بيتعالج عند الطبيب نوع الكشفات اللي بنعملها على المعدى زي ما قلت كشف طبي يعني الدكتور بيكشف عليك وده اول خطوة واهم خطوة ثم تحاليل طبية وتحاليل بول وبراز ثم يليها الاشعات الطبية ودي بقى جمحها بنستخدم السنار بنستخدم الاشعات المقطعية بنستخدم المغناطيس الرانين كل دول بيخشوا في تشخيص المعدى في بعض الحاجات في وجع البطن ننتبه ليها ننتبه ليها وجع معدى معاه حرارة حرارة يعني ارتفعت حرارة الجسم دايما او في الاغلبية بتحتاج استشارة الطبيب واستشارة الطبيب سريعة لان هنا ممكن يكون فيه زي ما قلت التهابات في بعض الاعضاء ممكن تكون خطرة صحيح ممكن يكون الالتهاب ده مجرد بكتيريا وشوية انتينال على فلاجيل يشيل الموضوع بس انا بكلم بصفة عامة فاللي يجيله وجع في البطن بدون حرارة اوكي ممكن يستشيل الطبيب بالتليفون وبالواتس اوب ويشوف لو ممكن يعالجه في البيت اما لو الوجع ده معاه حرارة فيستحسن استشارة الطبيب دم في البول او البراز ايا كان استشارة الطبيب ايا كان استشارة الطبيب حرقان في البول عند الرجالة حقول عند الرجالة وبحط تحتها خط لان السيدات معافيين من اللي انا حقوله ده حرقان في البول عند الراجل ووجع في منطقة البطن عند المسانة دايما كشف عند الطبيب دول الحاجات اللي باختصار كده يشملوا ووجع البطن اللي انا كدكتور يهمني ان انت تعرفها فيبقى تاني عشان المراجعة وجع معدى بامساك بغاز بغازات قصدي بصعوبة بقول ما استغفى عظيم يا رب بانديجستن اللي هو صعوبة هضم او لو في اسهال دول ممكن مسموح نعليجهم في البيت اي وجع في المعدة بيجي سريعة ومعه درجة حرارة عالية فورا عالطبيب لو في اي بول مليان بالدم او ظهور دم في البراس فدي برضو حاجات العازم نستشير الطبيب وخامسا وجع البطن عند الاطفال هو ده وجع البطن باختصار لازم تعرفه اي اسئلة بعد كده اتفضله انا كده هوقف عشان ما طولش وزهق عليكم